شابتر 1 Physics and Measurements نبدأ بأول محاضرة اللي هي Lecture 1 Objectives of Physics أو الغرض من علم الفيزياء To find the limited number of fundamental laws that govern natural phenomena عشان نوصل للقوانين اللي بتحكم الظواهر الطبعية تاني غرض to use these laws to develop theories that can predict the results of future experiment Express the laws and the language of mathematics بعد كده منعبر عن القوانين بلغة الرياضيات لأن عادة الرياضيات هي بتمثل للبرج أو الأمطار ما بين theory النظرية and experiment التجربة الفيزيائية اللي احنا بنجريها في المعمل The standards of physical quantities هنبدأ الأول نتعرف على أنواع الكميات الفيزيائية عندي two types from physical quantities أو النوع بنسميه basic quantities that are not delivered from other physical quantities هي الكميات التي لا تشتق من كميات أخرى أو كميات أبسط منها تاني نوع derived quantities على العكس these are other quantities that can be expressed in terms of the basic quantities يبقى هي الكميات اللي بنعبر عنها أو بتحسب باستخدام الكميات الأساسية هنتعرف على بعض الأمثلة لل basic quantities في المؤتمر الدولي الوحدات آخر مؤتمر اعتمدوا سبع كميات أساسية فقط لا يوجد غيرهم في الفيزيائي هنعرف كل كمية المسمى واليونت أو الوحدة اللي بتقاس بها أول كمية هي اللينس الطول والطول الوحدة اللي بيقاس بها المتر التاني كمية الماس بيقاس أو بتقاس الكتلة بي الكيلوغرام الطايم الزمن الوحدة الاسا يونت لها السكند التمبريتشر الكيلفن الالكتريك كارانت بي الأنبير اللي منس أو شدة الاستطاقة بي الكاندلة الامون تقاس بوحدة المول لازم أعرف أنه فيه مسمى للوحدة لو خلنا مثال زي الأنبير وفيه رمز الوحدة اللي هو ال في عندي ثلاث كميات أساسيين quantities used in mechanics اللي بتستخدم في علم الميكانيكا من basic quantities اللينس والماس والطايم والألس used derived quantities أيضا بنستخدم بعض الكميات المشتقة في علم الميكانيكا زي area زي volume زي acceleration زي velocity and so on وده اللي نتعرف عليه في الشباتر القادمة إن شاء الله في عندي أنظمة مختلفة غير النظام الدولي الوحدات لو تكلمنا مثلا عن US system النظام الأمريكي بيستخدم اللينس أو الفوت لقياس اللينس اللي هي القدم لسلج بيكس بها الكتلة لكن هنلاقي نفس الوحدة في كل الأنظمة بالنسبة للطايم لا تتغير اللي هي الساكن في النظام الدولي أو في النظام الفرنسي أو حتى في النظام البريطاني الساكن وحدة طايم لا تتغير اللي بتغير لوحدة قياس الأطوال ووحدة قياس الكتلة ايه المقصود بالبريفيكس بيستخدم مع كل الوحدات الأساسية عبارة عن مضاعفات لهذه الوحدات لو خدنا مثال الكيلومتر أو الكيلو جرام أو المل جرام أو الملي میتر الكيلومتر من مضاعفات المتر والكيلومتر بيساوي ألف متر الكيلو جرام أيضا من مضاعفات الجرام إذن الكيلو يستعمل لمضاعفات كل الكميات الفيزيائية هو عبارة عن 10 أس ثلاثة من هذه الوحدة إنما المليمتر بيعبر لي عن جزء من الوحدة إيه معنى إن الوان مليمتر يساوي 10 أس ثلاثة متر أي الوان ملي 10 واحد على 10 أس ثلاثة يعني واحد من ألف جزء من المتر التيب اللي قدامنا بيلخص لي معظم البريفيكس اللي بتستخدم في عندي الجزء الأيمن ده بيعبر لي عن المضاعفات الكميات إنما الجزء الأيزر بيعبر لي عن أجزاء الكميات طبعا عندنا الكيلو الميجا الجيجا تيرا بيتا إجزا زيتا يوتو عندي البريفيكس أو الاسم بتاعه الكيلو الاختصار بتاعه الميجا 10 أس ثلاثة يعني لما أقول مثلا ميجا هيرتز يبقى عندي 10 أس ثلاثة هيرتز أو مليون هيرتز جيجا بيت بنستخدمها كثير في علم الكمبيوتر يبقى عندي 10 أس ثلاثة بيت يعني ألف مليون وهكذا يهمني المسمى الباور مرفوع لعشرة أس ثلاثة والرمز عشان لما ييجي قدام مثلا أي وحدة مكتوب جي اتش زيت أكون عارف رمز الوحدة ورمز البريفيكس دي معناها جيجا هيرتز لما يكون عندي M F أكون عارف أني دي وحدة الفراد والM الكابيتل ده رمز لي البريفيكس ميجا